اشتركوا في القناة النهاردة الجمعة 25 مارس 2022 وهتقدم لنا الورقة رقم 10 في الدراسات التي قدمت اليوم اختنا العزيزة سامية تصوني سامية وهيب وتصوني سامية خريجة مدرسة تيرانوس الرعيل الاول وطلعت الاولى على الدفعة وكان لها تكريم كبير وايضا هي تخدم معنا في التدريس والتثبيت والتجميع والضم في المدرسة من اجل خلق رعيل او تكوين رعيل يخدم خدمة تعليم صحيح وخدمة تعليم جديد هتقدم اختنا العزيزة موضوع تفسيري عن شجرة سفر التكوين حسب عزات وفكر وتفسير القديس الزهبي الفم في العزات التي قدمها عن السفر ربما تكون هذه المقابلة يقابلها القديس يحن زهبي الفم يقابل شجرة معرفة الخر والشر طبعا كما نعلم جميعا بشجرة عود الصليب الخلاصية هنستفيد كتير لان هذا الموضوع موضوع في كريستولوجي طبيعة المسيح في كوزمولوجي خاص بالخلقة في أنسروبولوجي خلقة الانسان يعني هو موضوع يمس خلاصنا ويمس حياتنا ومعرفتنا هنا الكتاب ده في عزات قديس يحن زهبي الفم ترجمة دكتور جورج فارق ومراجعة دكتور جورج المتنايح جورج عود هنا العزات دي مركزة قوي على ثلاث إصححات الأولى من سفر التكوين قديس يحن زهبي الفم مش عاي احنا نتكلم كتير قوي في فترة الصوم المقدس على قصة الخلق عشان الموعزين حيتعمدوا على يعرفوا يعني ايه القصة الخلق ولما يجوا يتعمدوا وقت عيد القيامة يكونوا فهمين يعني ايه خلق جديدة وميلد تاني ففي الفترة دي هو عمال يتكلم على قصة الخلق وركز أوي أوي على الكرامة اللي أخدها الإنسان قبل السقوت فالنقطة دي مركز أوي عليها ما يصحش بعد كل اللي قالوا على الكرامة اللي أخدها الإنسان قبل السقوت وأنه ربنا أعطالهم يعني شركة في ظل الكلمة في قوة الكلمة وصاروا على صورته ومثاله وصاروا عقلاء عقلاء دي بقى مجيش واحد يكون أخذ النعمة دي كلها وفي الآخر نقول ما عارفش الخير والشر قبل السقوط فهو دي النقطة اللي هو مركز عليها ما يلاقش ان احنا نقول لما أكل مشتجرة عارف خير والشر ده ده الهدف وبعد كده هيستخدم قصة الخرق برضه عشان يرد على بدعة المانيين اللي هما بينكروا القيامة وكمان بيقولوا على الفردوسة وملكوت السماوات ده كده خلاصة يعني فبيصحح المعلومات دي هنا بيثبت الأول أن آدم كان عارف الخير والشر قبل السقوط بإثباتات من الكتاب المقدس أولا قال إنه هو فيك خمس إثباتات قالهم قال آدم كان عارف متفوق على باقي المخلوقات إذا كانت الحيوانات وهي بتاكل عارفة النبات ده دار ما تكلوش وده نافع تكلو يبقى نيجي على نقول إن آدم ما كانش يعارف الفرق بين الخير والشر يعني الحيوانات بيقرن الأول بالحيوانات وهو متفوق على كل المخلوقات ده كده بيقرنه بالحيوانات بيقول لو هو مش عارف بقى يروح يعيش في الظلام بقى يبقى هكده إيه لو هو مش عارف الخير والشر يبقى هو تفوق آدم على باقي الحيوانات كمان بيقول المجتمعات البدائية والبرابرة بيعرفوا يعني إيه فضيلة ورزيلة يعني ايه خير وشر يعني احنا بنتميز عن الحيوانات ونتميز عن الناس اللي هم مجتمعات بدائية يبقى كده ما فيش حد يعرف محروم ان يفرق بين الخير والشر الا الحيوانات المحرومة الناس اللي محرومة بالطبيعة العقلة وادم مش محروم بالطبيعة العقلة ادم على الحسب الصورة وحسب المثال وممتلق حكمة لا يمكن يكون ما يعرفش الخير والشر غير بلما اكل مستمر كمان ادم عنده قدرة على تسمية الحيوانات باسمها ربنا احضر الى ادم جبل الرب الاله من الارض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء واحضرها الادم ليرى ما زادعوها طبعا الحيوانات دي اصناف كتير وكتر حتى كل صنف مئة نوع يعني فيه حاجة اسمها للزولوجيا يعودوا سنين يدرسوا فيها فادم حيطلق عليها اسماء اصلية وبعدين كمان ربنا مغيرش ارتاح جدا للأسماء دي ومغيرهاش وكل ما دعا به ادم ذاته نفسا حية فهو اسمها يعني ادم باي حكمة يقدر يسمي كل الخلقة العالم الحيوان ده كله ومفيش حاجة فيه اسم يعني ربنا يعني هو ربنا اداله حريا ان هو ايه يسميها يعني هو ليه كمان سلطان عليها ويطلق عليها اسماء فدي قلنا تفوقه على المخلوقات وان هو كمان عرب في سمي الحيوانات ربنا احضر له الحيوانات بعد شوية احضر له اخد منه الضلع بعد ما في سباته اخد منه الضلع وبنى منه امرأة واحضر هوله برضو فادم من الحكمة بتاعته فاهم ان دي مختلف عن الحيوانات فقال هنبص لقيه يقول ايه هذه احضر الله وبنى الرب الاله الضلع التي اخذها من ادم امرأة واحضرها الى ادم فادم عايز يقول انا فاهم ان دي مختلفة دي مش زي اللي فاته مش زي هو احضر له الحيوانات وبعد كده احضر له حواء دي مختلفة عنهم هذه عزم من عزامي ولحم من لحمي هو كمان بيقول حاجة هو قديس يوحنى ماسك النسخة العبرية وماسك النسخة اليونانية والنسخة والسبعينية يشوف اللفظ هنا ايه وهنا ايه وهنا ايه هي احنا بنقراها هذه الان عزم من عزامي ولحم من لحمي ادم فاهم انها حواء المرة دي هي في النسخة السبعينية هذه المرة فقط هذه المرة فقط عزم من عزامي ولحم من لحمي فكده ادم فاهم ان المرة دي بس حواء جات من الرجل فقط بعد كده المرأة هتيجي من لتنين من ايه يعني مش من الرجل فقط كده ادم لا مش ممكن يكون عارف كل ده ونقول عليه ما يعرفش إيه الخير والشرغ لما أكل من السمر بعد كده هنا بقى إيه حنشوف تاني التفسير يوحنى زهبي الفم وجبر الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في نفسه في أنفه نسبة حياة تراب الأرض دي بقى يسميها يوحنى زهبي الفم الخليط ده اسمه باليوناني فوراما هو خليط أو عجينة عايز يقول أن العجينة دي اللي هي الضلع عمل منه حواء بناء الضلع ده امرأة يعني عايز يقول أن حواء نفس الطبيعة البشرية بتاعت آدم فبيسميها باليوناني فوراما اللي هي الخليط أو العجينة ودي إحنا بنقولها في التسباحة في سوقت كيسيوم الخميس القطعة السادسة بنقول جملتين وراء بعض الاتنين معناهم زي حواء نفس الطبيعة البشرية بتاعت آدم العذرة المسيح هو نفس الطبيعة البشرية بتاعت العذرة بنقول يا لعظم العجوبة أخذت ضلع من جنب آدم وجبلت منه امرأة يعني حواء نفس الطبيعة البشرية بتاعت آدم كل عجينة البشرية أعطتها بالكمال لله الخالق وكلمة الآب كمان المسيح هو نفس الطبيعة البشرية شاركنا في طبيعتنا البشرية شبهنا في كل شيء من خلال خطية نفس الطبيعة البشرية بتاعت العذرة كلمة هو اللي سماها في اليوناني فوراما احنا بنقولها في التسباحة في أوشيم في أوشيم تيرف انتتي مترومي كل عجينة البشرية يبقى كده دي هي أوشيم دي اللفظ نفسه هو اليوناني فوراما كمان هي آدم بيقول أنا فاهم دي هزيه تدعى امرأة لأنها من امرأة أخذت دي نفس ايه حتى الاسم يبين انه هو فاهم انه دي ايه زيه بالظبط اللي عمله ربنا في آدم في الخلق هو اللي عمله في حواء بعد كده يعني هما الاثنين طبيعة واحدة هكذا التعليم انهما ايه طبيعة واحدة يعني ده بيهماهد بقى انه فيه محبة دائمة وارتباط دائمة يتكلم على طول وراها على سر الزيجة وازاي على طول وراها لأن هي نفس الطبيعة وفيه ارتباط بينهم فعلى طول دخل على موضوع الزواج والتناسل وطريقة معيشة الزوجين على طول يقول لذلك يترك الرجل أبا وأمه ويلتسق بأمرأته ويكوناني جسدا واحدا هو قال ويلتسق بأمرأته ما قالش يتحد بأمرأته يعني يلتسق دي معناها ايه ان العلاقة اللي بينهم ارتباط تام وجسد واحد هنا كل المعلومات دي كل المعلومات دي ادم يعرفها وبعد كده نقول ما عرفش الخير والشر غير لما أكل من الشجرة طبعا ايه لو هو ما يعرفش بقى يقول يوحانا زهبي الفم تقبل خطية صارت لهم معلمة للحكمة تقبية دي اللي نورته لو هو ما يعرفش الخير والشر قبل الشجرة يبقى الحية بقى ما بقتش مضللة دي بقت مشيرة لصالحه كمان يقول ده صار الحيوان إنسان ده بقى الحيوان عقل اذا كان هو يقل بينوره بيعرف الخير والشر فطبعا الكلام ده مش صح ادم كان عارف الخير والشر قبل الاكل من الشجرة بعد كده برضو مش ممكن ربنا البرهان ده الاخير مش ممكن ربنا يسلم وصية فيها شريعة فيها عقوبة في حالة العصيان وهو ما يعرفش الخير والشر لا يمكن يدي له الوصية بالشكل ده وفيها عقاب إلا ما يكون هو عارف الفضيلة والرزيلة الخير والشر طيب ليه اسمها شغرة معرفة الخير والشر احنا كده خلاص أثباتنا بكل الأثبات دي إن آدم كان عارف الخير والشر بس كان عارفه مستوى أول من المعرفة معرفة نظرية بكونوا منتلئ حكمة بكونوا صورة الله مساله لسه فيه مستويين المعرفة حيقول لنا إنه هي تلت مستويات طيب مين اللي قال يوم تأكلان منها تنفحت عينكمة وتكونان كالله عارفين عارفين الخير والشر الشيطان الحية فطبعا دي جهدت شيطان ما يأخذش بيها فهنا بنقول طبعا صفات الشيطان العدو المخادع وده كذاب هو حتى يقول لنا في إنجلي وحنة لم يثبت في الحق كان في الحق كان وهو اللي ايه بكبرياءه سقط وهلك طبعا سقوط الشيطان ده موضوع كبير قوي المهم أنه هو في الآخر بعد ما خلاص اترد من السماء كل اللي عايز ينتقم من العدل الإلهي مش هيقدر على العزة الإلهية بيها تحاول أنه ينتقم الإنسان بيه اللي هو صورة الله ومثاله وطبعا إيه بيحاول بقى إيه كذب يدخل يعني حتى الجملة دي نقول دي مقولة شيطانية اللي هي تكوناني كالله عارفين الخير والشر مقولة شيطانية أوهم بها الشيطان حواء طبعا هي دي المعلومة الغلط ومحدش يقول إن الأكل من الشجرة هو اللي خلى آدم يعرف الخير والشر بعد كده في معرفة تانية بتيجي باليعني مستوى تاني من المعرفة إن هي معرفة الاختبارية للشر اللي هي الممارسة العملية للشر دي المستوى إيه الأعلى طيب يقول لنا يوحنا زهبي الفم أول مستوى من المعرفة اللي هي معرفة نظرية قبل السقوط للتمييز بين الخير والشر ودي كانت بسبب حكمة آدم كونوا مخلوق على سورة الله تاني مستوى من المعرفة بالممارسة العملية للخطيئة واللي هي معرفة الاختبارية تالت مستوى اللي هو بقى لما يسقط تحت العقاب خلاص كده عرف بقى إدراك كامل للشر لما بيدوق نتيجة اللي عمله يبقى هنا قلنا تلات مستويات إحنا تكلمنا على المستوى الأول إن آدم كان عارف الخير والشر بكونوا إيه طبيعة عقلة وعلى سورة الله ومثاله وكل إيه الكرمة اللي ربنا أعطها له أب السقوط دلوقتي هنتكلم تاني بقى على الممارسة العملية مين مثال هيدينينا مثال للممارسة العملية للخطيئة وطبعا لسه المستوى التالت اللي هو لما يتعاقب السورة بقت المعرفة الخير والشرط بقى أكثر وضوح مثال الممارسة العملية قاين في النسخة السبعينية لسفر التكوين يقول لنا بنقراها إحنا نكلم قاين هبيل لكن في النسخة السبعينية قال له لنذهب إلى السهل يحنى زهبيل فهم يقول ليه خدوا للسهل ليه خدوا ليه قادوا للسهل ليه انتزعوا من الأحضان الأبوية ليه وخدوا للصحرة ليه بعيدوا عن وصاية أبوية ليه بعيدوا عن عينين أبوية كل ده عشان يخفي فعله الطائش لو هو مش إنه عارف إنه ده شر يعني قاين نفسه عارف الخير والشر بس لسه بقى حيتخش في الممارسة العملية طيب بعد ما قتل أخوه ربنا بيسأله أين هبيل أخوك هيرد بإيه يقول يحنى زهبيل فهم بيرد بحجج بإيه وأكذيب عارف إنه عمل خطية عارف إنه قتل من الأول من قبل ما يقتله عارف إنه قتل الأخ شر وطبعا المعرفة الختبارية هو بعد ما قتل أخوه هي دي المعرفة المستوى الأعلى بعد كده وصل بقى إيه بعد ما أخد العقوبة دي المستوى الثالث تائهاً وهارباً تكون في الأرض ده المستوى الثالث خلاص كده ده أعلى مستوى من المعرفة للمعرفة الشر يبقى كده كان عارف من الأول إن الخير هو الطاعة والشر هو المعصية ولما ده الشجرة واضطرد من الفردوس ده أعلى مستوى من المعرفة يعني إحنا هنقول على الشجرة دي ليه تسمعها كده هنعرف بعد كده إن هي البرهان على معرفة الخير والشر هي البرهان هي كانت سبب في البرهان وبيها كان الممارسة بقى اللي هي الخير الطاعة والمعصية نشوف بعد كده يحنى زهبيه الفم طب ليه؟ ليه برضو اسمها كده؟ هيقول لنا بإثباتات من الكتاب المقدس أنه لما بتحصل حاجة معينة أحداث معينة بتحصل في الكتاب المقدس في زمان ومكان يقوم كتاب المقدس يورينا أن الأشياء بتتسمى باسم الحدث المرتبط بالزمان أو المكان فهيقول لنا شوية نبوات احنا قرناهم يتقروا لسبوع ده حتى من سفر التكوين حيقول لنا حاجات في بق اسحاق حفر بقر ورعاة جرار اتخصموا اتخصموا عليها هو حفر كذا مرة المرة التانية دي هو اللي ذكرها ما ذكرش الاولى والتالتة فقال ان البقر سموها سطنة احنا قلنا ان هو يحب يكتب العبري يقول اللفظ العبري ويرجع يقولوا اللفظ اليوناني فقال لنا انها بالعبرية اسمها سطنة لكن هي في اليوناني اخسارية دي معناها خصومة او عداوة فدي البقر مش هي اللي عملت الخصومة هي كانت السبب زي انه عايز يقول نفسي ده هو ده سبب ان الشجرة اسمها كده هو عمال يكرر مش السمرة فيها حاجة في طبيعتها ذاتها بتدي معرفة ما فيش الكلام ده فقال ان البقر دي سموها كده لان هي تسببت في العداوة وليس هي ايه اللي عملت العداوة يبا احنا برضو بيقول لنا تاني الشجرة عن طريقها سارة البرهان لمعرفة الخير والشر ده الخلصة اللي هي عايز يقولها عن طريقها سارة البرهان لمعرفة الخير والشر كمان بيدي مثال تاني برضو ابراهيم حفر بقر واغتصبها عبيد امي مالك وبعد كده كان بينهم عداوة وتصلحوا وعملوا وسموا دي وتصلحوا بقسم فهو بيقول البقر بقى سموها بقر القسم برضو هو كاتب مستخدم النسخة اليوناني النص اليوناني اه فهو قايل انها بقر القسم دي باليوناني وبعد كده فيه بالعبري بقى بقر شبع شبع دي بالعبري اللي هي بقر سبع لانه عمل معاهدة وحط سبع نعجات على جنب وبعد كده ادهم هدية لأبي مالك عشان تشهد ان دي البقر دي بتاعت ابراهيم فدي اسمها تسمت على اسمها بقر شبع بالعبري وبقر سبع يعني هي تسمت كده بسبب الموقف فعايز يقول لنا برضو ان الشجرة بسبب الموقف برضو يعقوب كان خايف انه يروح لقابل اخوه وعيسه بعد عشرين سنة وسرق البركة فطبعا ايه ربنا بيطمنه بيوري له ملايك كتير قوي سماهم جيش وسما المكان جيش فطبعا المكان ما هواش جيش لكن تسمى بسبب الموقف اللي هو محنايم محنايم معناها معسكرين او جيش الملايكة في السماء ومعسكر الله على الارض اللي هو اسرة يعقوب المهم ان المكان تسمى مرتبط بالحدث فعايز يقول لنا الكتاب المقدس بيستخدم كل الموقف يسمي الاشياء بالحدث بتاعها زيها زي الشجرة لما تسمت بالحدث بتاعها كمان يعقوب برضو كان لسه خايف وربنا بيطمنه اكتر بيسمح له انه بمسارعته عشان يدي له اسم جديد تحمله كنيسة العهد القديم عبر العصور فهو قال ايه دعا يعقوب اسم المكان فانيئيل ده كده في النسخة بتاعتنا فانيئيل يعني واجه الله النسخة السبعينية دعا يعقوب اسم المكان منظر الله يحنى زهبيه الفم بيسميها مرأة الله مرأة الله يعني هو بيقول انا ايه رأيت الله ونجيت نفسي يعني المكان تسمى بالحدث كل دي اثبتات ان المكان بيتسمى بالحدث اللي بيحصل وزيها نفس الطريقة شجرة معرفة الخير والشر تسمت لانها هي البرهانة على معرفة الخير والشر بعد كده بقى الكفاية في الامور المحزنة يالله ننتقل لانتنقل لامور مبهجة هيتكلم قال كلمة دي لفظ ليه معنايين خشبع وشجر نفس اللفظ فاحنا خشبع هي خشبة الصليب وشجرها شجرة معرفة الخير والشر فحيقارن بين الاتنين لما يقول خشبة الصليب هيتكلم على نعمة المسيح والشجرة وشجرة معرفة الخير والشر هيتكلم على الخطيئة يعني بيقارن بين الخطيئة ونعمة المسيح ودي طبعا واضحة قوي كلها شرح من رسالة قديس بوليس لأهل رمية فصحاح خمسة فبيقول حيث كسرت عايز يقول البركات اللي جابها آدم المسيح آدم التاني تفوق ألاف المرات الخطايا موت الخطيئة اللي تسبب فيه آدم الإنسان الأول فبيقول رمية هي حيث كسرت النعمة ازدادت النعمة كسرت الخطيئة ازدادت النعمة جدا كمان النعمة أعظم من الخطيئة فبيقول ليس كالخطيئة هكذا أيضا الهبة لأنه إن كان بخطيئة واحد مات الكسيرون فبالأولى كسيرا نعمة الله نعمة الله الآب والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكسيرين طبعا إيه نعمة المسيح تبرر كل المؤمنين وتديهم حياة القداسة وتديهم تحرر من الدينونة وتديهم مغفرة الخطايا اللي ليس الخطايا الأصلية بس ده جميع الخطايا في جميع العصور لكل البشر في كل الزمان والمكان وتديهم حياة جديدة بالمعمودية وتخفر كل الخطايا بإيه بسر التوبة والاعتراف وتديهم يملكوا مع المسيح حاجات كتير قوي نقولها على نعمة البر المسيح وطاعة المسيح والنعمة المسيح خير خيارات كتير جدا بعد كده عايز يقول المكسب أكبر بكتير من الخسارة فالخيرات اللي أعطاها المسيح تفوق تفوق ما تسبب فيه آدم الإنسان الأول وبرده قايل لأن الحكم من واحد للدينونة الهبة من جرى خطايا كثيرة للتبرير كل ده على الكلام على إيه نعمة المسيح كمان بيقول آدم يحن المعمدان ما قالش هوازة حمل الله الذي يرفع خطية آدم قال هوازة حمل الله الذي يرفع خطية العالم حيبتجي يكلم بين آدم يعمل مقارنة بين آدم ولص اليمين طبعا تسوني تكلمت عن اللص اليمين وقالت حاجات كثيرة حلوة فحنقول آدم الشيطان أخرج آدم من الفردوس المسيح أدخل اللص اليمين آآ الفردوس طيب آآ الشيطان خرج آدم على عصية على خطية واحدة نسميها بقعة واحدة اللي هي المعصية فالمسيح أدخل اللص الفردوس على خطايا لا تعد ولا تحصل آآ وكمان دخلوا قبل كل المسكونة وقبل الرسل وعشان إحنا لما نشوفه بيتجول في الفردوس ما يكون عندنا إيه رجاء إن إحنا ربنا بيحيقبالنا بالتوبة طيب بالنسبة لللص اليمين طيب يعني ما كانش عنده وقت إنه يقدم توبة ولا صوم ولا بكى ولا مزق ثيابه طيب يعني حتى متنانه يقول ما يسويش حاجة جنب ما فعلته محبة السيد للبشر طيب هو اتنقل من الصليب للسماء اتنقل من الإدانة للخلاص كل اللي قاله اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك يقول لنا القديس يحنى أصل هو ربنا مش الجملة دي هو كده بيشهد بأوليهية المسيح شاف أوليهية المسيح برغم كل المنظر الصعب في الجلجوسة لكن هو بيقول قلبه ونيته وقصده هو ده اللي كان ربنا إيه شايفه فبيقول هو شاف المسيح مصلوب ومجروح ومهان ومدان ومبسوق ومجلود كل ده وربنا إيه وبعدين يقول له يعني اللي شافه يخليه يشوف أولهية المسيح هو كان دي بقى إيه عمل النعمة ربنا فطبعا المسيح قاله اليوم تكون معي في الفردوس طيب ودي بنقولها في أمانة اللص يعني أمانة اللص يوم الجمعة العظيمة ما رأيت المسيح إلهنا متجلين على طور طبور في مجد أبيب بل رأيته معلقا على الإكرانيون طبعا باللحن الجميل بتاعها وكل الجمل بقى بتشرح اللص اليمين كلام يعني كان كلام يعني روع بقى بعد كده يتنقل بقى يوحنا زهبيه الفم برضه بيستغل قصة الخلق علشان يرد على المانيين اللي هم أول المانيين مين هما المانيين واحد ماني بيقول الشر لي جوهر وبيقول الله مديو وما فيش تجسد وما فيش قيامة وما فيش عهد قديم ده إله شر هم عندهم إله خير وإله شر والاثنين قد بعض عنصرين أزليين والاثنين قواتين متساويتين وده كده إيه؟ دي العقيدة بتاعتهم ولما قالوا اليوم تكون معي في الفردوس خلاص الجسد يدفن لوحده ويفسد لوحده وما فيش قيامة خلاص لو هو ما قالوش لما تيجي القيامة هتقبأ معي في الفردوس يبقى كده إيه؟ ده كلام المانيين يعني عشان كده ما فيش قيامة عشان ما قالوش يوم القيامة هتقبأ معي في الفردوس فطبعا هنا بقى يوحنى زهبي الفم هيبتدي بقى إيه؟ وقاله آه وهو قاله دخلوا الفردوس بدون الجسد وخلاص لم يقل المسيح له في نهاية العالم عندما تكون قيامة أجساد تكون معي في الفردوس كده هم بينكروا القيامة ويقولوا التجسد خيال وجسد شر والمادة شر كل حاجة عندهم بالمنظر ده فهينا بقى هيترد عليهم في يوحنى زهبي الفم هيقول لهم الجسد الجسد بيتنعم مع النفس في القيامة قال الجسد يتحمل مشقات الجهات كله وساعة الأكاليل النفس بس والجسد كده يروح هيرد بقى عليهم بآيات من الإنجيل لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح كيمة دينونة لينال كل واحد ما كان بالجسد يعني الجسد بيكافأ أو يعقب بحسن ما صنع خيرا كان أم شرا فده كده كلام إيه قديس بوليس في كورنسوس الثانية ولأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد الفاسد اللي هو الجسد فطبعا إيه كلنا ده كده إيه بيثبت القيامة ودي قراءات إيه عيد القيامة طبعا لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد والماء تيلبس عدم موت فالجسد يعني هو ده النفس لسه بقى إيه هو الجسد الفاسد ده هو يقصد الفاسد يقصد بيه الجسد لكن طبعا لسه فيه رد بقى هيكمله اللي بيه إثباتات القيامة حنرجع لها دي لسه بعد كده وهو طبعا فيه حاجة بقى حيرد كمان عليهم في حاجة تانية هم بيقولوا الملكوت لما قال اليوم تكون معي في الفردوس ده راح الملكوت ملكوت السنة خلاص ما شيء لكن مش الفردوس فبيرد عليهم بقى يحنى زهبيه الفم بيقولهم الملكوت وصفه ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم تقتر على بال إنسان ما عدوا لله اللي زينة يحبونها طيب الفردوس آدم شفيته عينه آدم عينه آدم شفيته وأذنه سمعته وخطر على قلبه إزاي نقول على الفردوس ده هو ملكوت السماوات ده وعدين ربنا ما وعدناش بملكوت فردوس ربنا ما وعدنا بملكوت السماوات فبحتى المسيح قال توبه لأنه قد اقترب ملكوت السماوات طيب هنا بقى بيقول يحنى زهبيه الفم عامل حوار ربنا بيكلم آدم أنت فقطت الفردوس وربنا فتح لك السما اتحكم عليك بتعب وقتي اتكرمت بالحياة الأبدية أنبتت لك الأرض شوك وحسك فأنبتت لك نفسك سمار الروح يعني المكسب أكبر كتير من الخسارة الشيطان فشل لأن كل ما بيعمل مهما يعمل ربنا بيدينا قرامة أسمى خلق الله الإنسان من طين ومية ووضعه في الفردوس بعد كده الإنسان ده انحرف وأصبح لم يعد نافع لم يعد خلقه ما خلقوش تاني من طين ومية خلقوا من الماء والروح ما وعدهوش بالفردوس وعدوا بملكوت السماوات وبرضه بيرد بيقول كمان نيكوديموس لما كان فاهم خطأ الميلاد الزمنية رد عليه المسيح وقال له الحق الحق إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت السماوات ما فيش خلاص من غير الميلاد الروحي بالمعمودية فربنا وعدنا بملكوت السماوات وإدقاد اللس للفردوس ولسه مرحش النعيم الأبدي مش هو ده النعيم الأبدي الفردوس ده يقوليني بعد كده ده كان إيه انتظار الأبرار طيب بيكمل بقى الرد على المانيين بيقولوا أصل اللس ده طول عمره في غبات قرشاليم لا سمع عن النبوات ولا يعرف حاجة خالص عن ملكوت السماوات فعشان كده فقال له لفظ فردوس بدل ملكوت السماوات عشان ده اللفظ اللي هيعرفه ده اللي هيفهمه بحكم الظروفه يعني فطبعا الكلام ده إيه كله غلط آخر حاجة بقى بيرد السيد المسيح بيرد يخنى زهبيه الفم بيقول المسيح قال الذي يؤمن قد دين ده في الفعل الماضي مع أنه لسه ما حصلش إيه لسه ما فيش لقيامة ولا حجحيم والعقوبة تمت هو صدر القرار مع إيه لكن لسه التنفيذ لأ فيعني اللذي لا يؤمن قد دين لسه ما تمتش يعني لسه ما تمتش الإدانة كمان بفي جملة تانية من يؤمن بالإيه من انتقل من الموت للحياة برضو في الماضي ولسه برضو ما حصلش كده لسه ما تمش كل ده ما تمش دي أمور يعني آه قرار صدر بيها لكن إيه لسه ما تمتش هو لما قال لللص قال يوم تكون معي في الفردوس لأنه هو كده مش هيخطئ تاني خلاص ده خلاص عمره خلص ما فيش فرصة أن يخطئ تاني قرار صدر لكن هو إيه لسه ما تمش النعيم الأبدي لسه فدلوقتي بيقول لما آدم اتقلو يوم تأكل منها موتا تموت بيتكلم على يوحنا زيبي الفم على الموت بالجسد ما ماتش في يومها ده إثبات تاني من قصة الخلق ده ما ماتش في يومها ده مات بعدها بتسعمائة أكتر من تسعمائة سنة يعني القرار صدر والتنفيذ الفعلي لسه في كل اللي بيقوله السيد المسيح القرار صدر والتنفيذ الفعلي لسه محدش لسه تمتع بمكافئة النعيم الأبدي حتى يقول بآية من عبرالين 11 في الإيمان متى هؤلاء أجمعون أبطال الإيمان أبطال الإيمان دول وهم لم ينالوا الموعيد ما نالوش وعود ربنا على الأرض دول عاشوا غرباء ونزلاء وقلبهم متعلق بملكوت السماء بل من مبعيد نظروها وصدقوها مستنينها فبعد كده يقول لنا سبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا مستنيننا فإحنا وهم ينتظرنا ملكوت أبدي ويدخل كل المؤمنين في وقت واحد ملكوت السماوات في المجيء الثاني في الهتاف في الهتاف الملائكة والبوخ التاء والبوخ الأخير يعني النعيم الأبدي لسه كل إيه هيبقى كلنا مع بعض الأحياء والإيه والأموات فكده بيرد على إن اللي دخلوا اللص اليمين يعني حتى بيقول في الإيمان متى الجميع هما كلهم في مكان الفاردوس اللي هو مكان انتظار الأبرار لغاية لما ييجي وقت إيه لسه القيامة والمجيء الثاني وكل إيه الحاجات اللي هي آخر حاجة دخول ملكوت السماوات لكل المؤمنين في وقت واحد كده هو قديس يوحنى استخدم أثبت إن شجرة معرفة الخير والشر ما هياش إن آدم كان عارف الخير والشر قبل الأكل قبل الأكل منها واستخدم كلمة الفاردوسي صحح معلومة المانيين اللي قالوا للفاردوسة والملكوت وكمان حكاية أكد القيامة أكد القيامة برضو باستخدام قصة الخلق وكده خلاص يمون سامية الدارسة في تيرانوس وخريجة الرعيل الأول للمدرسة وحضرتك بتدرسي في تيرانوس سيكشن في البترولوجي ولا في الآباء ولا في اللاهوت بتدرسي في اللاهوت حاجة في غاية الروا نفتخر بوجودك معنا وبنتعلم منك كتير خالص وتصوني سامية هي مربية لجيل كبير جدا من الخادمات ومن الشباب في كنيسة أبو موسى لسود في المنشية وفي أماكن كثيرة تخدم أيضا وهي بنتعلم منها أن العلم ملوش سأف وأن العلم رحلة مستمرة تبدأ ولا تنتهي ودي حاجة مهمة جدا بنتعلم من تقواها من إلمامها بالهرطقات وبالمعارف وأنا شايف أنه حتى الحاضرين الحاضرين ناس مميزين جدا ومصغيين معنا الأخوة اللي بيدرسوا في سيكشن اللهوت ودرس سيكشن البترولوجي يعني متابعين كويس فعلا معرفة ربنا كنز ومعرفة ربنا ترقي العبد تخليه أجير وترقي الأجير تخليه ابن تجعل العبد يترقى إلى درجة الأجراء ثم يترقى عندما يتزوق ويصير ابنا وطوبة لمن عمل وعلم يضع عظيما في ملكوت السماوات الجلسات المائدة المستديرة هي جلسات عصف ذهني تشجع الجميع أن الواحد يضيف إلى المجموع والمجموع يضيف إلى الواحد يعني النهاردة استفدنا كتير خالص خالص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر